اشتركوا في القناة ولكن من قبله باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس اول تصريح لفوز القجاع بعد تتويج الوداد بلقب البطولة الاحترافية هنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع نادي الوداد البيضاوية بعد تتويجه بلقب البطولة الاحترافية بعد تعادله امام مولودية وجد بهدفين لمثلهما امس الاربعاء وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة يتقدم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع اصالة عن نفسه ونيابة عن اعضاء المكتب المديرية بتهنئة نادي الوداد الرياضي بعد فوزه بلقب البطولة الاحترافية لموسمة 2021-2022 ويحتل فريق الوداد الرياضي الى حدود الجولة التاسعة والعشرون من البطولة الاحترافية الصف الاول برصيد 63 نقطة مبتعدا عن الرتبة الثانية التي يحتلها فريق رجاء الرياضية باربعة نقاط على بعد دورة واحدة من نهاية البطولة وتويج الوداد بدرع البطولة للموسم الثاني على التوارية بعدما عاد بتعادل انتمين من وجدة امام المولودية بنتيجة هدفين لمثلهما حمل توقع غيمبينزا ويوفيلت سومو عجل وليد الريقراغي ينفس وحيد خالع لزاتش في شيء تاريخي وهذه التفاصيل دخل مدرب الوداد وليد الريقراغي في منفسة شرسة مع مدرب المنتخب المغربي وحيد خالع لزاتش وإذا كان اسم وليد الريقراغي يوجد في قائمة المرشحين لتولي خلافة مدرب المنتخب المغربي الحالي وحيد خالع لزاتش فإن التنفس الآنية هم جائزة افضل مدرب واخترت الكونفيدرالي الافراقية لكرة القدم مدرب الوداد وليد الريقراغي في القائمة النهائية للمدربين المرشحين لنيل جائزة افضل مدرب في القارة الصمراء وللمفارقة فإن القائمة تضم مدرب المنتخب المغربي وحيد خالع لزاتش بعد قيادته للمنتخب المغربي لبلغ نهائية كأس العالم قطر 2022 ونجح وليد الريقراغي في إهداء الوداد تنائية تاريخية وهي لقبي عصبة أبطال إفريقيا والبطولة الاحترافية المنتخب المغربي مرشح لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن قائمة المنتخبات المرشح للتتويج بجائزة الأفضل خلال عام 2022 واجتملت خائمة المرشحين للجائزة أفضل منتخب في 2022 داخل إفريقيا كل من منتخب المغرب ومصر والسنغال والكاميرون وجزر القمر وبوركينفاس وغامبيا وغيني الاستوائية ومالي وتونوس جدير بالذكر أن منتخب السنغال توجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون بعد الفوز على منتخب مصر بركلة الترجح في المباراة النهائية الكاف يختار حكيم بونو بوفال وجبران ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لعب إفريقي أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس اللائحة الأولية التي تم اختيارها للفوز بجائزة أفضل لعب إفريقي في الموسم الحالي والتي تضم 30 لاعبا من بينهم أربعة لاعبين للمنتخب الوطن المغربي واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة كل من أشرف حكيم لعب باريسان جرمان الفرنسي وسوفيان بوفال لعب أنجر الفرنسي ويحيى جبران لعب الوداد الرياضي وياسين بونو من إجبيليا الإسبانية تم اختيارهم ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لعبين في القارة الإفريقية للموسم الرياضي 2021-2022 يذكر أن حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة لاختيار أفضل لعب إفريقي ولمنح جوائز الأفضل سيقام في المغرب يوم الخميس 21 يوليوز 2022 قبل المباراة النهائي لكأس إفريقية للأمم السيدات المرتقب يوم الثالث والعشر من يوليوز في ملعب مجمع الأمير مولاي عبدالله بن ريباط لا خيانة ولا شيء السبب الحقيقي وراء انفصال التنائي الشهير شاكيرا وبيكي كشفت مصادر متفرقة عن السبب الحقيقي الذي أدى لانفصال التنائي الشهير شاكيرا وبيكي والذي كشفه أحد الأصدقاء المقربين جدا للعائلة وهو روبرتو غارسيا صديق لوسيلا شاقيقة شاكيرا وقال روبرتو غارسيا إن الأمر لا يتعلق بأي خيانة تذكر بل مواقعه وبيكي طلب من شاكيرا مبلغا من المال من أجل استثمار في أحد مشاريعها إلا أن هذا الطلب قبل بالرفض من شاكيرا وهذا هو السبب تفسخ العلاقة بالتدريج بينهما محسين متولي يوقع في كشوفات معيدر القطارية كشفت مصادر أن محسين متولي لعب الرجاص ينضم لصفف معيدر في الموسم الجديد 2022-2023 لتدعم الفريق بالصورة القوية للمنافسة على بطاقة التأهل لدور نجوم قطار وتم الاتفاق مع اللاعب بصورة رسمية لمدة موسم قابل للتجديد وسوف يصل للدوحة في الأيام القادمة عقب انتهاء موسمه مع الرجاء للانخراط في تدريبات معيدر وستكون هذه التجربة الرابعة لللاعب في الكرة القطرية حيث سبق وأن ارتدق من سلوكر في موسم 2014-2017 ومن ثم انتقل لصفف الريان لمدة موسم واحد وفي موسم 2018-2019 لعب في صفوف العميد الأهلاوية قبل أن ينتقل للرجاء المغربية ولاية أمن وجدة لا وجود لأي حالة وفاة في صفوف المشجعين بعد أحداث الأمس نفت ولاية أمن وجدة بشكل قاطع اليوم الخميس صحة المعطيات والإشاعات التي تم تداولها حول تسجيل حالة وفاة في أوسط المشجعين على خلفية أعمال الشغب والعنف التي أعقبت مباراة كرة القدم بين فريق مولودية وجدة والودادة الرياضية وأكدت ولاية أمن وجدة أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني على هامش هذه المباراة أصفرت عن توقف 39 شخصا من بينهم 21 شخصا تم ضبطهم من أجل تورطهم في أعمال الرشق بالحجارة والشعب الرياضي فيما تم التوقف البقية بعد ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية تتنوع بين حيازة السلاح الأبيض والصرق وحيازة والسهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية وتزور تذاكر الولوج للملعب أما بخصوص الخصائر والإصابات المسجلة في الأشخاص والممتلكات فقد أوضحت ولاية أمن وجدة تعرض 69 موظفا للشرطة لجروح وإصابات طفيفة باستثناء حارس أمن تعرض لإصابات اقتدت الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى المحلي زيادة على إلحاق أضرار مادية بعشر سيارة مملكة لقوات حفظ النظام ولمصالح الأمن الوطنية وتكسير الواجهة الزجاجية للمحطة الطرقية ولوكالة بنكية ومنزل بمدينة وجدة وقد تم إيداء الأشخاص الموقوفين تحت الحرسة النظرية بالنسبة للراشدين والمراقبة بالنسبة لبقية الموقوفين من القاصرين وذلك على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنصوبة إليهم فيما تتواصل العملية الأمنية بغرض توقيف باقي المشتبى فيهم المتوارقين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية